في اطار تقوية التعاون القائم بين تشاد وفرنسا وتبادل الزيارات الودية استقبلت وزيرة استصلاح العراضي وتطوير السكن والتمدن اميني حامر تورنا السفير الفرنسي لداتشاد بيترا كوشري ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية اوليد كادور حيث تبادلت معهما خلال هذا اللقاء محاولة تحسين خارطة الطريق التي تقضي باصلاح قنوات تصريف المياح وكيفية معالجة المجار المائية والجداول الحالية بالعاصمة الجمنة وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية من جانبها وزيرة استصلاح الاراضي وتطوير السكن والتمدن اميني حامر تورنا قالت ان مثل هذه الاعمال التي تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية عبر السفارة الفرنسية لدى البلاد تنصب في صالح الخدمات التي تقوم بها بلدية جمينة في اسناء فصل الخريف وتمنت بان يسهم هذا التعاون في تحقيق ما ترجوه الوزارة اما السفير الفرنسي بيتراك وشريف قد قال ان فيضانات هذا العام عمت الكثير من البلدان الافريقية لا سيا ما تشاد وان هذا المشروع يسهم كثيرا في تطوير المياح اسناء فصل الخريف وكل الاجراءات باتت جاهزة لاحتواء اضرار الفيضانات على مستوى مدينة جمينة والعمل على تنفيذها في اسرع وقت ممكن للتسكير فان الوكالة الفرنسية للتنمية تقوم بتنميل عدد مشاريع حيوية في البلاد اشتركوا في القناة